موسيقى موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين وأهلاً ومرحباً بكم في حلقةٍ جديدة من برنامج كشك الصحافة ونبدأها كالعادة بأبرز العنوين مقتل ثلاثةٍ من أسرةٍ واحدة عقب عودتهم من رحلة النزوح سكان جزيرةٍ في أرخبيل سقطرة يعتمدون على مضخة مياهٍ واحدة العرب الجديد لقاءاتٌ سياسيةٌ ودبلوماسية في الرياض لاحتواء أزمة عدن موسيقى كوريا الشمالية ترحب بالرئيس الجديد لجارتها الجنوبية بإطلاق صاروخ باليستي موسيقى أهلاً بكم إلى موقع الموقع بوست والذي أورد أحد عنوينه من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم الحكم على مواطنٍ يمني بالسجن في أمريكا وترحيله إلى اليمن بتهمة الاختلاس وحكمت محكمةٌ أمريكية في ولاية نيويورك بالسجن لمدة ستة أشهر على مواطنٍ يمني يدعى أحمد الشامي مع ترحيله إلى اليمن فور انتهاء عقوبة السجن وقال موقع أمريكي إن الشامي تمت مراقبته لمدة خمسة أشهر وتم ضبطه بعد ارتكابه لتجاوزات تتعلق بشراء بضايع الضمان الاجتماعي بسعرٍ أقل مما فيها كما أدانت المحكمة الشامي بالتورط في جرام اختلاس جراء بيع السجائر الغير خاضع للضريبة وكذلك البضايع المستعملة وستدانته لمبالغ مالية وصلت إلى 3811 دولار دون تسديدها تحدث موقع عدن تايم عن معاناة السكان في إحدى الجزر التابعة لأرخبيل سقطرة وقال الموقع في عنوانٍ بارس جزيرةٌ بأرخبيل سقطرة تعتمد على 300 لتر ما يومياً وقالت التفاصيل تفتقر جزيرة عبدالكوري لمياهٍ صالحةٍ شرب بعد مياهٍ صالحةٍ شرب وتعتمد الجزيرة على مياه التحلية التي تقوم بها مكينة واحدة وتنتج مكينة التحلية ما يقارب 300 لتر يومياً يتم توزيعه على خمس مناطق في الجزيرة التي يسكنها أكثر من ألف نسمة بالإضافة إلى الكتيبة العسكرية المرابطة فيها وما يزيد المخاوف في الجزيرة التي تدخل الانعزالة التام خلال فصل الخريف كاملاً بأسباب مناخية أن الماء المكينة قديمةٌ ومتهالكة وتعمل لساعةٍ واحدة فقط ثم تتوقف ساعة بسبب ارتفاع درجة حرارتها إعلان عدن وخطورة انفصال اليمن تحت هذا العنوان كتب الصحفي السعودي سلمان الدوسري رئيس تحرير الشرق الأوسط السابق وأضاف في جزءٍ من المقعل على الرغم من أن بعض المبررات التي يطرحها الانفصاليون موضوعيةً ومفهومة فإن الوصول إلى تحويلها إلى واقعٍ أقرب إلى المستحيل باعتبار أن النظام الدولي لن يسمح بمثل ذلك الانفصال كما أن قراري مجلس الأمن بشأن اليمن 2014 و2015 نصا بشكلٍ واضحٍ على احترام وحدة اليمن واستقراره كما أن سفراء الدول الرعية للمبادرة أعلنوا مراراً أن حل القضية الجنوبية لا بد أن يتم في إطار الدولة اليمنية الموحدة الحراك الجنوبي الذي يدفع نحو الانفصال بدأ أنه يسير في طريقٍ يسلك اتجاهين فبعد التقارب مع الشرعية ممثلةً في الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي دفعه الانقلاب الحوثي وتطورات اليمن الأخيرة هناك اتجاه داخل الحراك نحو المضيف المساهمة في استعادة الشرعية والخلاص من الانقلابيين بوصفه هدفاً أولياً يجتمع عليه الجنوبيون ثم البحث عن الانفصال الآمن المتدرج وفق توفق يمني يمني وتفاهمات داخلية بينما هناك فصيلٌ من الحراك يفضل اتجاهًا أكثر دراماتيكية بانفصالٍ سريعٍ دون التوقف عند طبيعة المرحلة وخطورتها وفي تقديري إن قادة إعلان عدن الأخير يعون جيداً أن الانفصال ضربٌ من الخيال في ظل الظروف الحالية وربما ليس أكثر من محاولةٍ لتحقيق أكبر قدرٍ من المكاسب السياسية يحسب لدول الخليج التي تقود تحالفاً حرر عدن من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح أنها كانت واضحةً في مطالبتها لليمنيين عموماً والجنوبيين على وجه الخصوص بالالتفاف حول الشرعية وهي رسالةٌ واضحةٌ بأن أي تحركاتٍ لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار وربما بإمكان الدولة اليمنية في أعقاب القضاء على انقلاب الحوثي صالح إعادة فتح ملف قضية الجنوب بعيداً على الانفصال بشكله الحالي في قريةٍ صغيرةٍ تابعةٍ لمديرية جبل حبشي بدأ الأهالي يتعثرون في طريقهم بسبب الألغام المزروعة وقد يموتون كما حدث من قبل قالت مصادر محلية لموقع المشاهد نت إن انفجار لغم من زرعته جماعة الحوثي غرب مدينة تعز أودى بحياة اثنين من أبناء المديرية وأضافت المصادر أن المواطن محمد سالم أحمد حيدر وولده وحفيده قتلوا في انفجار لغم في قرية الرحبة بمديرية جبل حبشي المصادر أكدت أنه أثناء عودة محمد سالم وأسرته إلى منزلهم بعد أن كانوا نازحين عن القرية انفجر اللغم الأرضي وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي زرعت عشرات الألغام في مختلف القرى التي كانت قد سيطرت عليها غرب مدينة تعز مثل بلاد الوافي والرحبة والكدحة لنا يمننا ولكم الريح ما تزال قلوبنا ماضية بالبلاد أيها الظلاميون هكذا يخاطب خالد الروشان من أسماهم الظلاميين في مقاله مضيفا تخنقون البلاد بالظلام والجوع لا تريدون لنا أن نرى العالم ولا يرانا تريدون محو ذاكرتنا بالظلام المستمر لكن البلاد مزروعة براعم ضوء في دمنا نحبها وسنظل نحبها ولن ينسين الظلام جمال إنسانها وروعة قراها وجبالها وتلالها ووديانها تخنقونها تحرقونها تختطفونها لكن الناس ما تزال تكد وتكدح وتكافح لا شيء يهز يقينها برائحة أرضها وسحر قراها وأغاني رعاتها إنها الأغاني الحزينة نفسها والعيون المتعبة ذاتها المآزر القطنية البسيطة الملونة البهيجة الأطفال المتسخون الرائعون الناضجون صحة وجمال وبهاء في كل قرية أنساء الأبيات يصعدن الذرة على أقدامهن في رفنا الصابر ولا يلتفتن لأحد حتى ليد العون تلك مشية أحبها وعزة أعشقها إنها عزة شعب وسمو بلاد عبر أزمان ودهور لا فرق في ذلك بين قصور حراز وقلاعها المشرئبة كأنها تقبل الأفق وقصور يافع الفخمة العجيبة المعجزة البيضاء في قلب الصخر الأصم نعم ما زلنا نحب بلادنا رغم الظلام والظلاميين رغم الإمامة وسمها الزعاف هذه بلادنا نحبها وتحبنا لن ننسى كل قرية ومدينة ذك عهد ووعد نعم ما تزال ذاكرتنا مشتعلة وسط كل هذا الظلام وما تزال قلوبنا مضيئة وسط كل هذا الجنون حاول موقع الاشتراك نت حصر الضحايا المدنيين ليوم واحد في تعز بعد ريف مع ريفها عفوا ونقل المراسل والموقع عن مصادر طبية قولها إن المواطن حيدر مرشد الريمي تعرض لإصابة خطيرة بعد أن أطلقت خناصة الميليشيا المتمركزة في معسكر الأمن المركزي الرصاص عليه أثناء تواجده في جولة زيد الموشكي وبالتزامن مع قتل مواطن يدعى حمود عبدو بمنطقة الأقروض في مديرية صبر البصراخ جنوبية تعز إثر تعرضه للقنص أثناء تواجده أمام منزله في قرية النجادي من قبل الميليشيات المتمركزة في تبة العسق وفي سياق متصل تعرضت القرى السكنية في مديرية الصلو لقصف مكثف بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمركزة في مديرية ديمنات خدير ما ألحق أضراراً بالغة بمنازل المواطنين وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحفة العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلاً بكم من جديد نصحبكم الآن في جولةٍ بين أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي عنونت الرياض تفرمل عجلة المجلس الجنوبي في اليمن وتقول الصحيفة بعد أسبوعين تمكن خلالهم الحراك الجنوبي من تغيير المشهد في جنوب اليمن برمته جاء دخول السعودية على خط الأزمة ليفسح المجال أمام تحركات الشعرية اليمنية المضادة للمجلس والتي جاء الموقف الخليجي وموقف جامعة الدول العربية ليرفع من أسهمها بعد أن دق رئيس الوزراء اليمني جرس الإنذار وناشد التحالف العرب التوقف عن الصمت مصادر سياسية يمنية للعرب الجديد إن العاصمة السعودية شهدت لقاءات سياسية ودولماسية في إطار دول التحالف والجانب اليمني لاحتواء أزمة عدن بعد أن استدعت كل من رئيس ما يسمى المجلس الانتقال الجنوبي عيد رسل زبيدي ونائبه في المجلس هاني بن بوريك وفي الوقت الذي تحاط فيها اللقاءات وتفاصيلها بالسرية بدى واضحا من خلال المواقف التي تبنتها الحكومة الشرعية ودول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية أن الرياضة تقف بشكل واضح إلى جانب الشرعية وترفض الخطوات التي اتخذها قيادي والحراك الجنوبي أما صحيفة الخليج قالت إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وثقت 339 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر إبريل الماضي 2017 من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وذكرت اللجنة في بيانا لها أنها تمكنت من توثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصدوها بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا وأخذ أقوال شهود العيان وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بالنزول إلى مدرية المخى بمحافظة تعز وتمكن فريقها الميداني خلال ستة أيام من رصد 62 واقعة انتهاك وقعت ما بين 2015 إلى 2017 والتي خلفت 117 قتيلا من المدنيين الديمقراطية اللبرالية في أزمة في العالم وعندنا تحت هذا العنوان كتب ياسين الحاج صالح مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال في جزء منه ليس لفوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن يحجب أزمة عميقة في الديمقراطية اللبرالية التي بدت خلال جيل كامل أفق الطوبة العالمية الوحيدة حتى أن فرانسيس فوكوياما أنهى التاريخ عندها من المؤشرات الأهم توقف التحولات الديمقراطية عالميا وصمود التسلطية في الصين وروسيا وإيران وتحجر النظم السياسية في أوروبا الشرقية من وراء لبرلة فوقية وتجدد الطغيان والتعفن في العالم العربي فضلا عن صعود حركات اليمين الشعبوي في الغرب المشترك بين هذه الحالات وغيرها هو الضعف السياسي المتفاقم للجمهور العام وتنامي قوة نخب السلطة والثروة في كل مكان لا يقتصر الأمر على أنه لم يعد قوة تغيير على المستوى العالمي يبدو بالأحرى قوة محافظة وانكفاء في نطاقه الخاص لم ينجح اليمين العنصري في فرنسا لكن معركة الديمقراطية فيها وفي غيرها تبدو معركة تراجعية دفاعية كسب هذه المعركة لا يزال مهما إلى أنه لا يبدو أن هناك ما يمكن بنائه على هذا الكسب على مدى أطول قبل فرنسا تحقق فوز مشابه في هولندا الشعب ضعيف سياسيا في البلدين وفي غيرهما والديمقراطية تكاتد ترتد إلى التمثيل وهو سابق للديمقراطية ولا يقتضيها وإلى انتخابات دورية تضمن تداولا سلميا للسلطة محصورا في دوائر ضيقة وليس هناك أي ضمانات في أن من خسر الجولة اليوم لن يكسبوها غدا باختصار يفتقر النظام إلى أي كوامن ثورية يحاول أن يكون مسليا بدل ذلك لكنه يثير مللا متزايدا أيضا يتكلم كولين كراويتش عن ما بعد الديمقراطية وعن أوضاع سياسية لا تأتي قوى التجدد فيه من التبعية السياسية لكتل سكانية أكبر وللصراع السياسي ويلعب الخبراء ونخب ميسورة الدورة الحاسمة فيها احتفاء من نوع آخر فبعد انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جان إن أقدمت كوريا الشمالية على تجربة صاروخ جديد وقالت صحيفة القدس العربي إن كوريا الشمالية أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا في أول تجربة صاروخية لها منذ انتخاب الرئيس الجديد الذي ندد بهذه الخطوة معتبرا إياها استفزازا متهورا وقال المسؤول الكبير في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت من قاعدة كوسكونغ في مقاطعة بيونج يانج الشمالية صاروخا باليستيا اجتاز حوالي 700 كيلو قبل أن يسقط في بحر اليابان وتأتي هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونج يانج في وضون إسبوعين والأولى لها منذ الانتخابات الرئيسية وقد اعتبرت بمثابة اختبار للإدارة الجديدة في سيول وقال الرئيس إن الحوار مع الشمال لا يمكن أن يحصل إلا إذا قير الشمال من سلوكه تتساءل شبكة البي بي سي في أحد موضوعاتها الأكثر قراءة على مدى يومين وتقول لماذا يعيش المغتربون في عزلة عن السكان المحلي وتقول الشبكة غالبا ما ينظر للوافدين حول العالم على أنهم يعيشون في محيط اجتماعي خاص بهم وتفاعلون مع أولئك الذين يشتركون معهم في اللغة والقومية وتضيف بي بي سي في الوقت الحالي يشكل الآسيويون والغربيون غالبية المغتربين وتسافر أعداد متزايدة من العاملين للخارج بشكل مستقل بدلا من أن يكونوا موظفين مفدين من قبل شركات وبحسب منظمة الهجرة العالمية ففي دبي يشكل الأجانب 88% من إجمال عدد من يعيشون في الإمارة كما يشكل الأجانب 76% من سكان قطر أما في السعودية وفقا للشبكة فإن وجود القوانين الصارمة التي تحكم المجتمع تجعل من الصعب على الوافدين بناء صداقات مع الناس من المجتمع المحلي وقال إن 61% من الوافدين الذين تم استطلاع آرائهم إنهم وجدوا بناء صداقات مع أهل البلاد أمرا صعبا صحيفة الحياة اللندنية تناولت موضوع الهجوم الإلكتروني الذي حدث مؤخرا في العالم وقالت تعرضت عشرات الألاف من أجهزة الكمبيوترات في نحو مئة دولة لهجوم الإلكتروني استخدمت فيها أدوات لتسلل الإلكتروني يعتقد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية طورتها وتتابع الصحيفة خدع المتسللون ضحاياهم ليفتحوا برامج خبيثة في مرفقات برسالة إلكترونية مؤذية بدت كأنها تحتوي على فواتير وعروض لوظائف وتحذيرات أمنية وغيرها من الملفات القانونية وقال الباحثون يعملون لدى شركة أفسيت لبرامج الأمن الإلكتروني إنهم رصدوا 57 ألف إصابة في 99 دولة وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان الأكثر تضررا ومن الأهجمات المؤثرة ما حصل في بريطانيا حيث اضطرت مستشفيات وعيادات لإصرف المرضى بعدما فقدت القدرة على دخول أجهزة الكمبيوترات وعلن ناطق باسم شركة رينو الفرنسية لصنع السيارات أن الشركة أوقفت الانتاج في مواقع عدة للحد من أضرار الهجوم حرب مستبعدة في كوريا تحت هذا العنوان كتب أنتوان بونداز مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال في جزء منه يستبعد أن يشن الأمريكيون ضربات استباقية على كوريا الشمالية فهذه تقتضي معرفة أحداثية مواقع الانتاج والتخزين ونجح في تدمير المواقع كلها وتدمير قدرات التسلح التقليدية المدفعية والسلاح الكيماوي للحؤول دون ضربات انتقامية وسبق أن بحثت إدارة كيلونتون في عام 1994 مثل هذا السيناريو وخالص البنتاجون إلى أن ضربات استباقية ستؤدي إلى حرب جديدة في كوريا تنتهي إلى موت مليون نسمة ولكن هل يتحمل الأمريكيون وحلفاؤهم في المنطقة مثل هذا المآل؟ ويرابط 28 ألف جندي من جنود البحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية ويقيم عشرات آلاف الأمريكيين هناك وشن ضربة استباقية يقتضي جواب أسئلة من قبيل ما سبل إجلائهم في وقت تقصف كوريا الشمالية بون النقل التحتية وما العمل إذا اندلع حادث نووي إثر قصف أمريكي في وقت أن المواقع النووية الكوريا الشمالية على مقربة من الحدود الصينية ويوحي توجه حاملة الطائرات الأمريكية كارفينسون إلى استراليا وليس إلى كوريا بأن ترامب لم يكن جديا في التلويح بالضربات الاستباقية بل إنه أراد إظهار حزمه إزاء بيونج يونج ولكن يتعذر التنبؤ بما سيقدم عليه ترامب وهذا أمر مقلق في وقت أنه ليس مطلعا عن كثب على الملف الكوري الشمالي وفي مقابلة أخيرة مع الصحفة الأمريكية خلط بين رئيس كوريا الشمالي الحالي وجده كيم إلسونغ وقال إن كوريا جزء من الصين التقط المصور الفوتوغرافي ديفيد أدغار صورا مذهلة لسبحين قرروا خوض مغامرة السباحة وجها لوجه مع الحيتان والأسماك الخطرة في محاولة للتعرف على معالمها والتقاط صور لتفاصيلها فيما أبدت الحيتان والأسماك التي تقطت صورها في أعماق بحار أندونوسيا الفضول نفسه للتعرف على المخلوقات الغريبة التي غزت حياتها فجأة وعلق أدغار على هذه الصورة قائلا إنها مخلوقات تملك من الفضول للتعرف علينا بقدر ما نملك نحن منه للتعرف عليها وقد وردت هذه الصور في صحيفة ديلي تيليغراف نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحفة العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر